بمجرد أن يعلن أي مصنع أو مزرع بلوغ درجات عليا في الإسهام بوصول البلد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج نرى ألسنة اللهب تقترب من ذلك المكان لتأكل الأخضر واليابس مصنع ألبان أبو غريب الذي أعلن قبل عدة أشهر اكتفاءه من المنتوج المحلي لسد حاجة السوق نرى اليوم ألسنة اللهب تحرق العشب المتروك في باحته الخارجية ولم يعلن لحد اللحظة سبب نشوب الحريق الذي اعتاد أن يسمعه المواطن إما بتماس كهربائي أو بعود بخور المواطن العراقي عمل على تشجيع المنتوج الوطني من خلال الإقبال على منتوجات المصنع لتشجيع الأيد العاملة العراقية الأمر الذي أغار الكثير من المستوردين والمصانع الأجنبية مما رجح البعض أن يكون الحريق بفعل فاعل على غرار حرق حقول الحنطة بعدما أعلنت وزارة الزراعة الاكتفاء الذاتي من بعضها وكذلك نفوق الأسماك بعد إعلان الثروة السمكية لاكتفاء الذاتي أيضا مراقبون دعوا إدارة مصنع أبو غريب للألبان إلى أخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه ضرب المنتوج الوطني وقطع الأيد العابثة بالاقتصاد العراقي ترجمة نانسي قنقر